اشتركوا في القناة قبل اعلان مصادر امنية تركية مقتلة ولد خاشقجي في الف وتسعمائة وثمانية وخمسين بالمدينة المنورة في السعودية دخل عالم الصحافة مراسلا لصحيفة سعود غازات الناطقة بالانجليزية وعمل مراسلا لصحيفتي الشرق الاوسط وارب نيوز السعوديتين وفي يومية الحياة اللندنية المملكة سعوديا غطى حرب الخليج الاولى وافغانستان واحداث الجزائر ولبنان والسودان وغيرها في الفين وثلاث عين رئيسا لتحرير صحيفة الوطن الاصلاحية ولكنه اقيل بعد مرور شهرين فقط ثم عاد الى رئاسة تحريرها من الفين وسبع الى الفين وعشر الف خاشقجي كتبا منها ربيع العرب زمن الاخوان المسلمين واحتلال السوق السعودي خالط جمال خاشقجي بلاط الملك السعودي ولو من بعيد لهذه الاعتبارات كان مستشارا اعلاميا للامير تركي الفيصل سفير السعودي الاسبق في لندن ثم في واشنطن بمعنى اذا استطعنا ان نساعد جهة ما في ايران ان تكون هي الحاكمة في ايران لمصلحة ايران ومصلحتنا ايضا واشترك في اعمال استثمارية مع الامير وليد بن طلال الذي اختاره لمنصب المدير العام لقناة العرب التلفزيونية في البحرين قناة ظهرت واختفت في ساعتين اهلا بكم في اولى نشراتنا الاخبارية من قناة العرب كان خاشقجي قريبا من بلاط الملك الا انه حافظ على استقلالية فرأي عرض مثلا حصار قطر وعندما بدأ يغرد خارج السرب في مسائل اخرى اغلقوا حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ومنعوه من الكتابة في صحيفة الحياة التابعة لهم فغادر السعودية الى امريكا بعد استلام الامير محمد بن سلمان ولاية العهد واصبح ينتقد سياساته ووصف عهده بانه فترة ترهيب وتخويف واعتقالات وتشهير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة